أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابد في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كذاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوذون من بعد الموت ليقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلا أمد مع المدد ليقولن ما يحرسون ألا يوم يأتيهم ليس مشروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهدون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نذعناها منه إنه ليوس كفور ولئن أذقناه نعمى بعد ذراء مسته ليقولن ذهب السياد عليم إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجل كبير فلعن لك داركم بعد ما يوحى إليك وضائق به صزرك أن يقولون أن يقولون لولا أنزل عليه جنز أو جابعه ملك إنما أنذن ذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون أفتران قل فأقوا بعشر سور مثله مفتر ياد وادعوا من استضاد من دون الله إن جنز صارقين فإن لم يسنديبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وهل لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ونوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطنهم ما كانوا يعملون أفمن كان على بيندهم من ربه ويجنوه شاهد منه ومن قبله جذاب موسى إماما ورحما أولئك يؤمنون به ومن يبكر به من الأحزاب فالنار موعد فلا ذلك في من يدهم إنه الحل من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أغنب ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عبجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لن يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعب لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جربانهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها غالبون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يسلم يعني مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاذ عليكم عذاب يوم هليم فقال ما لهم الذين جفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا إلا بشرا مثلنا وما نراك طبعك إلا الذين هم أراضبنا باديا رعي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أريكم إن كنت على بينة من ربه وآتا لي رحمة من عنده فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألهم عليه مالا إن أجري إلا عن الله فما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم لا هوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينسرني من الله إن دردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي غزان الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول إني بلغ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤديهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الغالبين قالوا يا نوح قد جادتنا فأكثر تجدالنا فأغتنا بما دعذنا فأغتنا بما دعذنا إن كنت من الصالقين قال إن ما يأديكم به الله إن شاء ما أنتم بمعجزين ولا ينفعك النصحي إن أردت أن أنصح لهم إذا كان الله يريد أن يوبيكم وربكم وإليه نرجعون أم يقولون افتران قل إن افترينه فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبدئس فلا تبدئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا بلا تقادبني في الذين ظلمون إن لهم مغرقون ويشرع الفل وكل ما مر عليه فلأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فصوف نعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرها وفاربت النور قل أحمل فيها من كل سوجين سلين من كل سوجين سلين ماهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال رذبوا فيها بسر الله أجرها وبرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تدريبهم في موت قل جبال ولا دانوح لدنه وكان في معزر يا بني يرذب مع الأولاد مع الكافرين قال سآبني إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمك وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقين يا أره لعيبا أكب يا سماء أطلعي وغيذ الماء وغيذ الماء وقضي الأمر واستمد على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فإن بعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعذب أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسأل لك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وأرححني أكون من الخاسدين قيل يا نوح حفظ بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحي هائلي ما كنت تعلمها أن دم لا قومك من قبلها فاصبر إن العقب من المتنقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أن دم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فتررين أفلا تعطلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم دوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا عليكم مدرارا ويسدكم قودا إلى قودهم ولا تدولوا مجرمين قالوا يا هود ما جدنا ببجل ند وما نحن بدار إليه آليتنا عن قول عن قول كبابا نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آليتنا بسوم قال إني أشهد الله أشهد أن بريء مما تشركون من دونه فقيدوا لي جميعا ثم لا دنزلون إني تبكر على الله ربي وربكم ما من داب إلا هو آخذ من آس يذهب إن ربي على أشهد مستقيم فإن دم لو فقد أبلغ لكم ما أرسلت به إليكم ويستخلص ربي قوما غيركم ولا تظلونه شيئا إن ربي على كل شيء حبيب حبيب ولما جامرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب وليد وذلك عاد جححوا بآيان ربه وعسوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنير واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا لن عادا كفروا ربهم ألا بعنا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير هو أنشاء من الأرض فاستعمركم فيها فاستغفروه ثم دوبوا إليه إن ربي قريب مجين قالوا يا صالح قد كن دفينا مرجوا قبلها أذنهانا أن نعبد أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن لا لفي شيء مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرغي ذمه كنت على مجند من ربي وآتاني وآتاني منه رحمتا فمن ينسلني من الله نعصيد فما تزيدون ني غير نفسير ويا قوم هذه ناقدوا الله لكم آيدا فذروا وإن فذروا تأخل في أرض الله ولا تبسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروا ها فقال تبتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك بعد غير مكذوب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْئِنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَوْهُ بِرَحْمَدِهِ مِنَّا وَبِنْ خِزِي يَوْمِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَمِيُّ الْعَزِيزِ وَالَّذِينَ ظَنَمُوا الصِّيحَةِ مَا أَصْمَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِزِينَ كَأَلْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودُ وَلَقَدْ جَاءُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِذَ أَنْجَاءِ عِلٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا رَأَ إِذْيَهُمْ لَا دَشِلُ إِلَيْهِ نَجْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا قَالُوا لَا تَغْفِيِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُودُ وَأَوْرَادُهُ قَائِمَدٌ فَظَحِقًا فَبَشَّرُنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَا قُمُونَ قالت يا ويلداء لدوان عجوز وهذا بعلي شيخان إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليهم أهل البين إنه حميد مجيد فلما ذهبان عبراهيم الروع وجاهده البشرى يجادلنا في قوم نوت إن إبراهيم لحيب أبواه منير يا إبراهيم أعرض أنهار إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آديهم عذاب غير مرود ولما جاءت رسلنا لوط نسيه بهم وغرق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصير وجاهوا قومه يهرعون إليهم ومن قبل كانوا يعملون السياد قال يا قوم هؤلاء بناديهن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفين أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بنادك من حقك فإنك لتعلم ما نرير قال لو أنني بكم قوبة أو آمين إلى رجل شبيل قالوا يا لود إنا رسل ربك لن يسنوا إليك فأسرم أهلك بقدع من الليل من الليل ولا يندفذ منكم أحد إلا مرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمذرنا عليها حجارة من سجين منزود مسومتا عند ربك بما هي من الوالمين ببعيد وإلى بدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميسان إني أراكم بخير وإني أفاظ عليكم عذاب يوم محير ويا قوم أوف المكيال والميسان بالقصد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين مقيد الله غير الأبنين كنتم مؤمنين وما ناليكم بحبيب قالوا يا شعيب وصلاةك تأمر كأن نترك ما يعفل آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشام إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين دم من ربه ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه ذوى الكل وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوح منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وبدون قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحبك لرجبناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهدي أعز عليهم من الله واتخذت موه فراء بذهريا إن ربي بما تعملون محيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عابب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزين من هو كاذب واردقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة من الله أغذت الذين ولموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاذبين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعد الثمون ولقد أرسلنا موسى بآياء إلى مصر القالي المبين إلى فرعون وبلئه فاتبعوا أما فرعون وباتر فرعون برشيد يقضل قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئسا فرد المورود وأتبعوا فيها في لعنة ويوم القيامة بئسا رفد المرفود ذلك من أنباء المرانة قصوا عليك منها قائم وحسين وما ولدناهم ولكن وله أنفسهم فما أغنت فما أغنت عنهم آليكم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أبن ربك وما زادوهم ويردت بهم وَكَذَلِكَ أَخْرُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَابَ هِيَ ظَالِبَ إِنَّ أَخْرَهُ أَرِيْبٌ شَبِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَخْرَبِكَ إِذَا أَخْرَبِكَ إِذَا أَخْرَبَ لَهُ الْنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْنُمْ مَشُجُودٌ وَمَا لَأَخْرِهُ إِلَّا لِأَدَلِهِ مَعَدُودٌ يَوْمَ يَئْلَا ذَقَلَّهُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَحِيدٌ فَأَهُمَّ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي الْنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَيْدٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يدين وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزود فلا تكفي من يد مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير ما ينقص ولقد آتينا موسى سهداب فاخترف بهم ولولا كلمة سبغت من ربك لقدي بينهم وإنهم لفي ششك منهم مريم وإنهم للا لما لي وفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن جماع مرث ومن داب معك ولا تأغوهم إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ولموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصون وأقف الصلاة نرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسناد يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للنادين واصفر فإن الله لا يذيع أجر المحسين فلولا كان من القرون من طبر قلوب قيا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ولموا ما أغرقوا فيه فكانوا مجرمين وما كان ربك ليهدق القرى بظلم وأهلها مسلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمدا واحدا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ودمت قرمة ربك لهم لأن جهنم من الجن ندم الناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء فيها به الحق وموعدكم وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتزلوا إنا منتزلون ولله غيب السماوات من أرض وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده فتمكن عليهم وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَكْرَامِ تِلْكَ آيَابٌ كِذَابٍ كُبِيرٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْغَانًا عَرَبِيًّا لَعَلْنَكُنْ دَعْطِنُونَ نَحْنَ نَقُسْ عَلِيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْهَانَ وَإِنْ كُنَّ مِنْ طَبْرِهِ لَمِنْ الغَافِنِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَدِ إِنِّي رَأِيْتُ عَحَلَعَشَرَ كَوْكَبًا كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأِيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا أَبُنَيَّ لَا تَقْصُ سُرُفْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْقِينَ صَالِعَةٌ مُّبِينَ وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَحْوِيلِ الْأَحَاذِيذِ وَيُرِيمُّ نِعْمَتَهُ وَيُرِيمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عُوبَكَ مَا أَذَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبُلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ قَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَابٌ لِلْسَائِلِينَ إِذْ قَالُونَ يُوسُفُ وَأَغُوْهُ أَحَفُ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُشْمَا إِنَّ أَبَانَا نَفِي غَنَانٍ مُّبِينٌ أُقْدُنُوا يُوسُفَ بِطْرَحُهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُوْ أَبِيْكُمْ وَتَقُونُوا مِنْ مَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقدنوا يوسف وألقوه في غيابة الجنب يلتقده بعض السيارة يلتقده بعض السيارة بإذ كنت فاعين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا ومن يغضع ويلعب فإنا له لحافظون قال إني ليحزن لي أن تذهبوا به ما قالوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاصزون فلما فهروا به مجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجنب وأوحينا إليه لننبئانهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبدوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ودركنا يوسف ودركنا يوسف عند مداعنا فأكله الذئب وبانت بمؤمن لنا بلو كنا صادقين وجاءوا على قبيصه بدمين كذب قال بانسا ولدنهم أنفسهم أمرا فصبر جميل والله أستعان على ما نصفون وجاءت سيارة فأرسلوا باردهم فأبلابا قال يا بشرى هذا غلام وأسخوه بضاعم والله عليم بما يعملون وشره بسمن بخص دراهم معدودا وكانوا فيه من الزايدين وقال الذي اشتراه من مصر الإفراد وقال الذي يكرمه بشراه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأمين الأحاديث والله غالب على أمره بلا إن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغا شجده آبيناه ححما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورامدته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأقواب وغلقت الأقواب وقال انهيذ لك قال معاه الله إنه ربي أحسن مسمان إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به مهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء بل فحشان إنه من عبادنا المخلصين واسبق الباب وقدت قميصه من نبر وألف يام وألف يام سيدها لدى الباب قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنأوا عذاب أليم قال يرامدت لي عن نفسه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإذا كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصالقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كاذكن إن كاذكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفره لذنبك إنك كند من الخاتمين وقال نسبة في المدينة إن راب العزيز ترابد فداها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن رسلت إليهن وأعدت لهن وأعدت لهن متقعا وآدت كل واحدة منهن سكينا وغاية فلما سمعت بمكرهن ورسلت إليهن وأعدت لهن متقعا وآدت كل واحدة وآدت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك قريم قال الفذار إن الذي نبذني فيهن ولقد رابطته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أقوله ليستنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون لي إليهن وإلا تصرف عني قيدهن أسل إليهن واب من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه قيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأى الآيات ليستننه حتى حين ونغل معه السجن فديار قال أحدهما إني أراني أعشر خمرات وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبهنا بتأمينه إنا نراك من المحسين قال لا يهديكما طعام الدرز قاله إلا نبهتكما بتأمينه إلا نبهتكما بتأمينه قبل أن يهديكما ذلك ما بما علمني ربي إني تركت من لدى قوم لا يؤمنون بالله وم بالآخر بهم كافرون والتبع من لدى باب إبراهيم وإسحاق ما يعقوب ما كان لنا أن نشرق بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفققون خير أب الله الباحث القهار ما تأبدون من لونه إلا أسماء سمي ذنوها أن أن أباهم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا للام أمر أن لا تعبدوا إلا إيام ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحد ما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسك قذي الأمر الذي فيه تستخطيان وقال للذي وأن أنه ناجئ منه أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سجن وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلهن سبع عجاب سبع عجاب وسبعس بلاد خضر وأخر يابسان يا أيها الملو أفضوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا دعون من قالوا أزغاص أحيام وما نحن بتأمين الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما ما ادكر بعد أمد أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتأمينه فارسلون يوسف أيها الشديق أفتنا في سبع بقرات في سبع بقرات سمال ليأبلهن سبع عجاب سبع عجاب وسبعس بلاد حزر وأخر يا بساد لعلي وأخر يا بساد لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تذرعون سبع سنين دابا فما حشفتم فضروه في سنبنه إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي مهم بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي مهم بعد ذلك عام فيه غض الناس وفيه يعصرون وقال الملك دونيب فلما جاءه الرسول قال رجع قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسبة الذي قد عن أيديهن إن ربي بقيده إن عليم قال ما فتبكن إذ رابدن يوسف عن نفسه قل لحاشا لله ما علمنا عليه من سوم قال امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا رابدته عن نفسه فإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنه لم أقنه بالغيب بأن الله وأن الله لا يهدي قيد الخائنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة